قتل أكثر من أربعين شخصاً وأصيب ما لا يقل عن مئة آخرين جراء قصف لمسلحي جبهة النصرة على عدة مناطق في حلب هذه المناطق ليست مأهولة فقط بالقوات الحكومية وقوات كردية بل بالمدنيين أيضاً منها حي الشيخ مقصود والمحافظة والزهراء ومطار النيرب كما وردت معلومات ونقلاً عن مصادر روسية أن هناك قوات تركية تقاتل في شمال حلب من جهة أخرى دخل الجيش السوري ولأول مرة منذ عامين محافظة الرقة معقل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية